بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس لجنة العلاقات في البرلمان الأوروبي المحترم السيدات السادة الحضور يطيبوا لي أن أخاطب جمعكم هذا بمناسبة إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية للعراق اسمحوا لي في البداية أن أتوجه إليكم بفائق الشكر أصالة عن نفسي ونيابة عن شعبي وحكومة العراق لإحتضانكم لهذه الفعالية ورعايتها كما أتوجه بالشكر لفريق الأمم المتحدة بقيادة السيدة ليز قراندي التي عملت على صياغة هذه الخطة وكذلك إلى كافة المنظمات الإنسانية العاملة بالعراق على ما تقوم به من جهود جبارة تساهم بها في رفع معاناة النازحين والمهجرين من ضحايا الإرهاب الحاضرون الكرام أتينا إليكم من العراق مهد الحضارة العراق الذي ينزف اليوم من دم أبنائه وأرواحهم ومن الإرث الحضاري الإنساني بسبب حملة مسعورة من الإرهاب طالت مقدرات العراق وشعبه ومؤسساته وعبثت بمستقبله كعضو فاعل في المجتمع الدولي لطالما مد يد العون للشعوب والمنظمات الدولية يقف العراق اليوم بقواه السياسية والأمنية والشعبية في مواجهة إرهاب دولي ساحته الحالية العراق لكنه يستهدف المجتمع الدولي والحضارة الإنسانية بأسرها إذ لا يعرف حدودا ولا يستثني أحدا لذلك لا بد أن تتضافر جهود كافة دولي والمنظمات والمهتمين في العالم من أجل القضاء على هذا الخطر وعدم السماح للإرهابيين وتمكينهم من تغيير أفكارنا ومعتقداتنا وأنماط حياتنا التي اخترناها إن مواجهة الإرهاب استثمار مهم في مستقبل أبنائنا وبناتنا وشعوبنا لتنعم بالحرية والعيش الكريم وفقا لحقوق الإنسان وكرامته إن عمل المنظمات الإنسانية يعتمد بشكل رئيسي على ما يقدمه المانحون ومن هنا أتوجه بالشكر إلى هؤلاء المانحين على ما ظلوا يقدمونه للنازحين وبشكل خاص للنساء والأطفال والأرامل والأيتام والعجزة وكل الفئات التي تم انتهاك حقوقها بصورة أستطيع وصفها بجرائم وما ضد الإنسانية لقد ساهم تضامن المانحين وسخائهم في تخفيف وطأة المعاناة وإنقاذ حياة مئات الألوف من النساء والرجال والأطفال وتوفير المأوى والمأكل والعلاج والتعليم لهم إلا أن العبء ثقيل والحاجات كثيرة والظروف معقدة لذلك أتمنى أن يقدم المجتمع الدولي خطوة إضافية ويتفاعل إيجابيا مع خطة الاستجابة الإنسانية الجديدة فالأزمة الإنسانية بالعراق قد تفاقمت مؤخرا وخاصة بعد الهجوم الإرهاب الآثم على مدينة الرمادي في محافظة الأنبار إن حجم التحديات التي يواجهها العراق اليوم قد تجاوز قدراته فالعراق كان عبر تأريخه الطويل في قائمة المانحين وقد قدم الكثير من الدعم للآخرين سواء في مجال الإغاثة أو التعليم أو التنمية بيد أن الظروف التي يمر بها العراق اليوم وما صاحبها من انخفاض حاد في أسعار النفط جعل من غير الممكن لبلادنا مقابلة احتياجات ملايين النازحين والمتأثرين من جراء الحرب ضد الإرهاب الداعشي الذي فاقت قسوته حدود التصور وتخطى كافة المحرمات والقوانين السماوية والأرضية برغم كل هذه الصعاب فقد قامت الحكومة والبرلمان العراقي بتخصيص مبالغ غير قليلة لمساعدة النازحين كما تم إنشاء أجهزة متخصصة داخل الحكومة تعمل حصرا على تقصي أوضاع النازحين والمتأثرين بالعنف وتقديم الخدمات الضرورية لهم ولقد قام العراق بتبني خطط متكاملة لإعادة الإعمار في المناطق التي يتم تحريرها من قبضة الإرهاب وذلك لتهيئتها لاستقبال العائدين وبعث الحياة والأمن الاجتماعي فيها فلدينا الآن مركز عمليات وطني يعمل على مدار الساعة لمتابعة التطورات وأوضاع النازحين وهناك خلية أزمة داخل كل وزارة وعلى مستوى المحافظات فهناك لجنة طوارئ برئاسة المحافظ ويتم متابعة كافة هذه العمليات بشكل يومي من قبل رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب السيدات السادة الحضور إن الأزمة التي نواجهها اليوم لا زالت تتفاقم وتزداد وتزداد معها معاناة المواطنين وخاصة الضحايا منهم ولذلك فإنني أناشد من خلال منبركم هذا كافة الدول المانحة تقديم العون بأسرع ما يمكنها لهذه الخطة التي يتم إطلاقها اليوم إن خطر الإرهاب يهدد ليس أولئك الضحايا فحسب بل هو خطر داهم يهدد كل الشرائح الاجتماعية دون حدود جغرافية في الختام لا بد من الإشادة بالجهود التي تقوم بها المنظمات الإنسانية وخاصة غير الحكومية منها فقد ظلت هذه المنظمات تعمل تحت وطأة ظروف أمنية خطرة وتصل إلى المحتاجين في أماكن لا تستطيع الحكومة وأجهزتها الوصول إليها فلهم جميعاً منا كل الشكر والعرفان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته